الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة كما وجه رئيس سيسي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين بتحديد السعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كمية توريد القمح وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الذراعية خاصة مزرعة وادي الشيحة في أسيط كما اطلع الرئيس سيسي على مستجدات مجمع الأسمد الأزوتية بالعين السخنة والموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية ومراكز تجميع البلازمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها وفقا للتوجهات الرئيسية وخلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية أشار مدبولي إلى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدور الإفريقية مؤكدا سعي الحكومة لتذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التصدير منوها إلى أهمية الإصراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجارية أعلن تنظيم دعيش الإرهابي تبني هجوم استهدف آلية لقوات الأمن العراقية كانت تقلهم من محافظة كاركوك شمال العراق وأوضحت مصادر عراقية أن الهجوم أصفر عن مقتل تسعة من قوات الأمن حيث يعد الهجوم من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق وبحث بتقرير لمجلس الأمن الدولي لا يزال لدى تنظيم نحو ستة ألاف إلى عشرة ألاف مقاتل في العراق وسوريا قال الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة وأن أوكرانيا مستعدة لكافة السنريوهات المحتملة مع روسيا ووجه زيلينيسكي نداء جديد للدول الغربية للتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يسيطر على بلدة بخموت شرق البلاد حيث تدور معارك بين الأهنف في البلاد وتأتي تصريحات زيلينيسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلادامير بوتين إلى بلا روسيا أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1200 عنصر من الجيش سيحلون مكان موظفي الإسعاف وقوات حرص الحدود المتجهين إلى الإضراب خلال عيد الميلاد وقالت الحكومة أن عنصر الجيش سيعملون على سد فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تجهيل خدمات الخطوط الأمامية وينفذ نحو 10 ألف موظف من سائق سيرات الإسعاف في إنجلترا وويلز إضرابا لزيادة أجورهم ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة مهمة في مرحلة نهائية لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل المقبل وأوضحت الوكالة أن التجربة كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية يأتي ذلك بعد يوم واحد من أعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسط المدى باتجاه ساحلها الشرقية ورياضياً توجال المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه عن نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بدربات الترجيح بواقع أربع ركلات مقابل إثنتين وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح الأرجنتين ختم موجة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر